موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز تم توقيع اتفاقية تصنيع ثلاثة مليون ونصف عداد كهرباء ذكي في المملكة التفاصيل الكاملة يرصدها لكم هذا التقرير أزمة فواتير الكهرباء والتي خفضت من مستوى الثقة بين المستخدم والشركة السعودية للكهرباء دعات إلى ابتكار حلول أكثر دقة ومصداقية في قراءة العددات ومستوى الاستهلاك وذلك من خلال توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الطاقة وعدد من الجهات الحكومية حيث تهدف إلى تصنيع العددات الكهربائية الذكية محليا خلال الأشهر القادمة نحن نجينا الآن لآخر نقطة لأنه آخر نقطة هي هم نقطة هي عملية تعزيز الثقة بين المستهلك وبين مورد الخدم إنما يتبع هذا مناشط متعددة في منظومة الكهرباء سيما ذكرت من شوي تتعلق تحسين كفاءة القطاع بشكل عام سواء في التوليد أو في الناقل أو في التوزيع تنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العددات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن 35% من العددات الذكية في المملكة والتي تقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون عداد من إجمال المشروع البالغ عشرة ملايين عداد طبعاً هو في خط زمني واضح كان بدأنا فيه المشروع على أساسه أنه يخلص خلال سنة 2020 إلى بداية الربع الأول من 2021 فهو تقريباً سنتين إلا شوي وبالتالي خطة المحتوى المحلي والمنتز الوطني وضعت على هذا الأساس ويعمل مشروع العددات الذكية إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق سهل القراءة لمشتركيها وذلك بمعايير دقيقة وشفافة تتمشى مع جميع المعايير الدورية لبرنامج يا هلا مشعل النفاعي الرياض شكراً للزميل مشعل النفاعي حقيقة أنه أثناء هذا المؤتمر كان فيه تصريح مهم جداً من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المكلف الأستاذ فهد السيديري ويثير كثير من الأسئلة خلونا نسمع هذا التصريح ونرجع نعلك نحن الآن نستهدف إلى تبديل العدادات السابقة والقديمة والتي فعلاً يعني عاناً مشترك منها كثيراً حقيقة والآن بنحط عددات موفوقة تحقق لنا تقف القراءة تحقق لنا كذلك عامل إعادة الخدمة واللي غالباً ما ياخذ وقت كثير على أساس أن فرق الصيانة تطلع كذلك الأستغناء عن القراءات البشرية واستبدالها بقراءات لحظية تقرأ عن طريق أحدث وسائل الاتصالات التي تمكن من نقل البعلومات بكل أمن وأمان مثل ما سمعتم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء يقول عن العدادات القديمة واللي سيستبدلوها بالعدادات الذكية يقول عنها واللي فعلاً عانى المشترك منها كثيراً وبعدين يتحدث عن العدادات الذكية ويصفها بأنها تقدم دقة في القراءة هذا الكلام سمعناه في الكنترول قبل الحلقة مرة عدناه مرتين عدناه ثلاث كلام كبير ومهم ويجب الوقوف عنده والتساؤل حوله وعدم تمريره بهذه السهولة شوفوا أولاً خلونا نقول كلمة حق ونشكر الشركة السعودية للكهرباء على كل اللي جال ستقدمه اليوم على كل اللي قدمته وعلى كل اللي جال ستعمل عليه من أجل تحسين وضع الكهرباء ومنها اتفاقية العدادات الذكية اللي ذكرت في هذا التعليم ولكن هذا التصريح يفرض تساؤلات كثيرة جداً أتمنى توضيحها أربع نقاط سريعة النقطة الأولى وش المقصود بأن العدادات القديمة عانى المشترك منها فعلاً وأن العداد الذكي يعطي دقة في القراءة أكثر هل هذا يعني يا أستاذ فهد أنه كان العدادات القديمة تقدم قراءات خاطئة؟ هذا واحد اثنين إذا كانت هذه العدادات تقدم قراءة خاطئة وأنت أثناء التصريح قلت أنه فيه فرق تروح وراحت الفرق وشافت القراءة الخاطئة وعدلتها وش مصير الآخرين اللي ما كان يشتكون ولا يدرون أنه العدادات فعلاً كانت عبارة عن معاناة أو كانت تقدم قراءات خاطئة أو ما كانت بالجودة اللي مفروض تكون عليها أو أنه حسابات فاتورة الكهرباء كان فيها مشاكل هذولا وش مصيرهم؟ النقطة الثالثة اليوم إذا كان فعلياً فيه اعتراف بأنه العدادات اللي كانت موجودة كان فيها مشكلة كيف سيعوض الناس عن هذه المشاكل قبل ما تركب العدادات الذكية؟ وإيش حجم المعاناة والمشاكل اللي حدثت؟ وهل بالفعل فيها قراءات خاطئة أدت إلى زيادة في الفاتورة؟ ولا لا؟ النقطة الرابعة أنه هذه التساؤلات مشروعة اليوم طرحها بعد هذا التصريح وأنا أتمنى من الأستاذ فهادي السديري أو من أي مسؤول في الكهرباء وإحنا كلنا نحسن الظن حتى اللحظة أتمنى منهم أنهم يطلعوا يوضحوا هذه الجملتين اللي قيلت في هذا التصريح من برياهة لمفتوح وهذه دعوة مفتوحة على الهوى أهلا بكم تعالوا وضحوا ولكن التصريح اللي سمعناه حتى الآن بدون توضيح يعتبر مشكلة كبيرة وتبعث كثير من التساؤلات المشروعة اللي أتمنى أنهم يتقبلوها ويتسع صدرهم لها بقاءها بدون توضيح يضاعف هذه المشكلة توضيحها كما يجب يزيل اللبس كامل من برياهة لمفتوح وضحوا للناس ما المقصود بالمعاناة بكل صراحة وبكل شجاع وبكل شفافية في التقرير الأول اللي عرضناه قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن نص إنهم يهدفون إلى تعزيز الثقة بين المورد والمستهلك في قطاع الكهرباء هذا التصريح إذا لم يوضح فهو يهز هذه الثقة هزة زلزالية جدا ولكن توضيحه يطمئن كل الأمور ننتظركم ونشوفكم بعد الفاصل